في هذا الفيديو رح تتعلم كيف تستخدم التور وكيف تستخدم بروكسة تشين مع التور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسر فيديو جديد قبل انبدأ الفيديو اعطيني اللايك رح تسعدني وتحفزني كثير واشترك في القناة عشان يوصل لك في مثل هذا المواضيع وفعل الجرس عشان اول ما نزل الفيديو بيجي يكتم به هذا الفيديو هدفه هدف تعليمي فقط طيب كيف نستخدم البروكسة تشين وكيف نستخدم التور وهل في ادوات محددة نستخدمها طيب اول شي خلوني اشرح لكم وش هو البروكسة اصلا اذا مثلا كنت هذا وانت اوكي وهذا الوب مثلا هذا الاي بي ادس حقك هذا طبعا تحتبر لدوت عشرة مثلا ثلاثة وهذا الوب اللي مثلا الاي بي حقك عشرة عشرة عشرين مية مثال اوكي جيت يطول العمر مهما كان بس لو مثلا تسوي انماب اوكي جيت بتفحص الموقع هذا الموقع هذا في فاير وولد راح يسوي بلوك للريكوز حقك ما راح تقدر تشوف البروكسات مفتوحة والموقع بيقدر يشوف الاي بي ادس حقك ويقدر يبلغ عنك ويطفي مشاكل خانونيه طيب وش فادة البروكسي البروكسي بيكون سيرفر تمام لما انت طبعا سيرفر وولوها اي بي ادرس مخصص مثلا ميتين سبعين عشرين مثلا عشرين مثلا عشرة مثال اوكي على بورت مثلا اربعين اربعين هذا السيرفر تمام مثال السيرفر في يو اس اي في امريكا طيب ايش تسوي انت لما تسوي انماب وتستخدم السيرفر هذا تمام وتروح المكان المستهدف فممكن انه كان في فارغه راح يسوي بلوك عليه بس لما يجي الموقع بيشوف مين يسوي الانماب بيشوف هذا الاي بي طيب كيف راح يلاقي اي بي حقك لازم لازم يدخل اللوكس حق البروكسي سيرفر ويدور عنك وشو اللوك اي حاجة ممكن تسويها في الموقع او اي مكان يعني مثلا انت فتحت صفحة فلانية الباث المعين سوت كذا طلبت صفحة فلانية تمام مثلا انت والله يا رو العمر جيت تبي حملت شي دخلت تزيد دخول بيوزرني هالي اللوكس ومين اللي سوا على اي بيادز فكل شي موجود هنا طيب فالشركة او الجهة الحكومية لما تدور على سيفر هذا بتشوف دخل اللوكس لين تلاقي الاي بي ادرس حقك اللي موجود هنا داخل هنا تمام طيب وش فايدة البروكسي حرفيا يعني البروكسي بيصعب على الجهة الهذه عشان يدور الاي بي ادرس حقك كيف هل في بروكسي واحد لا في مديك تستخدم اكثر من بروكسي بس قلنا مساحة سريع مديك تستخدم اكثر من بروكسي من نفس الوقت يعني كيف مثلا هذا وانا وهذا بروكسي وهذا بروكسي وهذا بروكسي تمام بامكاني اسوي ادخل من هذا السيرفر طبعا كل واحد له اي بي و بورت واروح من السيرفر لو ادخل على السيرفر اللي هو اي بي و بورت ادخل من السيرفر هذا الى السيرفر هذا اي بي و بورت وبعدين اروح للوب تمام اذا مثلا حصلت مثل بورتات مفتوحة ترجع من هنا اللين عندي تجيين بورتات مفتوحة طلعت طيب طيب يشوف هنا في صار الماء في سكان مين سوى يشوف الاي بي هذا يفحص السيرفر هذا ويبحث في اللوك كلها اوكي يبحث في اللوك كلها داخل السيرفر هذا مثلا هنا في سيرفر انذيكا سيرفر مثلا بريطانيا فرنسا اوكي فانا قاعد حرفين ادخل بين سيرفرات في الدول الى اماكن تمام يحاولون يدورون في اللوكس ما لقوا هنا يروحون هنا يدورون في اللوكس ما لقوا هنا يروحون هنا تمام ما لقوا هنا يا الله على اخر سيرفر رح لقون سير الاي بي ادس بس رح يأخذ منهم جهد كبير وهو وقت كثير طيب في حاجات لازم تعرفونها قبل لنبدأ في استخدام اليدوي تحملونها شوي طيب في حاجة اسمها داناميك داناميك وشو يقول لك هنا اذا مثلا اشتغل اشتغل الربط في السيرفر هذا تروح لسيرفر الثاني والسيرفر الثالث رح يربط بينهم بس لو هذا ما اشتغل عادي هذا بيطمرو بيروح هنا هذا هو الدايناميك اوكي بتشوفون وش هو اصلا الدايناميك طيب في شيء اسمه سريت تيك حاجة زكذا تمام هذا يطلب انه كل هذه اولاين كلها تشتغل لو واحد منهم لو واحد منهم طافي ما رح يشتغل اي شيء اوكي طيب بالنسبة الوحدة ثانية اسمها راندم من اسمها راندم يعني انا جيت يا اني اروح مع السيرفر هذا او اني اروح مع السيرفر هذا او اني اروح بعيد السيرفر هذا بس الصراحة انا افضل الدايناميك اكثر تمام طيب خلينا نشوف بشكل عاملي اول حاجة وش راح نسوي فيه كماندس لازم تسخدمونها وطبقونها قبل تسوون اي شيء اللي هو ابت مثلا اذا ما سوى هذا الكماند ابت انستول اوكي هالو كماند دقيقة ابت انستول اوكي راح يسوي لك انستول اذا ما سوى بياخذ منك وقت طيب بعدين اللي ممكن اللي سواه ممكن يسوي ابت اوكي راح يسوي ابت ويحمل اخر بكاجات موجودة تمام ممكن ياخذ وقت ممكن ما ياخذ وقت على حسب وفي اخر كماند تمام اللي هو ابت هذا راح ياخذ منكم وقت طويل ابت بريد تمام اللي ما سواه من زمان يقدر يسوي ابت بس كبداية نسوي انستول وابد ابت ان ذات ناف فراح يجي اصلا واي يعني يقول لك هل تبت تغطي اي انتر اوكي وتكمل طيب اول حاجة ننزل ها في اداة جاهزة لك انت بدون ما تسوي شيء بشكل يدوي الى اخر بس اللهم تحمل ها وتشغل التور وموجود السيفرات البروسي فيها تمام طيب وش هي اداة ياسر لها ابت انستول اذا ما اخضر اللي اسمها tour browser okey lan شر توقع اسمها كده tour browser lancer هذي شوف tour browser اه اخطرت tour browser lancer لما تحمل ها راح يجيك انو كمل اوكي بعدين راح يقول لك ما راح يشتغل هذا اللي لما تكون انت يوزر اوكي لما انت يكون حسابك يوزر يعني في نسخة الجديدة اللي تستخدم سودو في الكومنت هذا بيشتغل معك زي الحلاو بس اللهم يجيك صفحة ال وخلاص انت رابط tour والبروكس طيب احنا بس تضغط tab ورح يكمل لك وش يصير تعالى طبعا هنا يشرح لك في البداية كيف تنتنقل اول شي الاسهم شفت الاسهم فوق وتحت انا راح تنقل فيها تمام في ازرار مهمة ركزوا معي في استخدام عشان تغيرون المتغيرات تمام طبعا هنا مثل ما قلت لكم وشرحت لكم اللي هو الديناميك اللي هو يمر بين كل السيفرات اربعة سيفرات لو واحد ما اشتغل بيطمر سيفر تمام هذا strict chain هذا يقول لك اذا ما اشتغل واحد منهم ما رايح لانه طلبات ويقول انه كيف راح يكون في online تمام عندكم اللي هو random مثل ما قلت لكم هنا هذا هو random هذا بيكون random مثل ماشرح لكم كيف نعدل عليه راح نضغط حرف I حرف I بال كيبورد بس نضغط حرف I تمام ننزل تحت عشان نفعل dynamic comment هو يكون انه يطفي يقفل ل ل ال ال شي هذا تمام ماشرح نسوي راح نحذف comment طب من انا مش تضغط I عشان اقدر عدل طيب ننزل تحت بالأسهم نبين نقفل الصحيان تمام ننزل تحت بالأسهم مثل ما قلت لكم البروكسي دين اس وكيف ممكن انه تكون في العلاقة في دين اس تخف دين اس نفس الشي اوكي طيب نجي هنا كيف راح تكتب سيفر حق البروكسي كيف راح تضيف عندك وش تسوي طبعا شو يقول لك هذا في عندك سوكس 5 ولا اشي تي بي ولا سوكس 4 شو الفرق بين سوكس 4 سوكس 5 سوكس 5 اسرع واحسن سوكس 4 على حسن بس يقول لك هنا كيف تسخدم ها مثال يقال لك هنا مثلا سوكس 4 حط ال IP حق السيرفر وحط بعد مسافة البورت ومسافة هنا هل هنا باسورد لا فيقول مثلا سوكس 5 حط ال IP حق السيرفر وحط البورت لو كان في يوزر و باسورد تحط مثلا مسافة باسورد طيب تمام انا بضيف حاجة مثل ما قلنا ننزل ساعة تحت نجي هنا نضغط انتر عشان سطر جديد ومش رح نكتب رح نضيف حاجة معينة اللي هي وش سوكس طبعا لو كان في اختلاف بسيط عندكم خلو نفس الشي اللي أنا موجود يعني هذه هنا مستخدمة إذا كان هنا مقفل في كومن طيب سوكس خ مسافة 127 هذا هو ال IP public حق الكاري 001 مسافة 9 0 50 كمام الحين نقطة جدا 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 مهم نتبه لها كيف نطلع كيف نحفظ المتغيرات شرطوا ESC فوق علي صار بالكيبورد اضغطوه تمام يجيكم بهذا الشكل وبعدين راح تكتبون تكتبون نقطتين رأسيتان اللي عند الحرف الكي مدري كاف بالعربي مدري 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 المهم تلاقون نعلمين بالنص تضغطون عليها هذه هنا هذه ونضغطون W Q Enter كذا بنحفظ عندكم التغييرات تمام طيب نبي نثبت التور الثاني انت علمتنا تور محدد اللي هو حق البراؤزر حق اليوزر يكون جاهز نبي نشغل التور نبي نحفظ عن التور ماذا نفعل Add Install Tour تضغطون Enter وتحملون التور أنا محملة طبعا جاهز نبي نشغل البروكسي تشغل أول حاجة تشغل Tour Service Tour Start نضغط Enter كذا Tour اشتغل نبي نشغل البروكسي Chain أي كمان نكتب أي كمان نشبك فيه Proxy Chain أول حاجة نسويها Proxy Chains طبعا تغلط ممكن تغلط Tab وخلاص بيزبط معك Proxy Chain لحال طيب نستخدم أي براوزر ومع وش نستخدم أي براوزر نقول مثلا Fire Fox أي موقع نبي نفتح مثلا www.google.com Enter ومع نحن براوزر براوزر مثل ما ترون كلام فرنسي نكتب dns lake test نختبر dns هنا سيقول انك ستلسل عدد من الريكوست سيقول انك ليس روبوت ستطلب انك تفعل هذه فيروهدرام هذه وهذه هذه غتيثة صراحة هذه يالله يغالي تمام تعمل معنا هذا هو dns نضغط عليه على اول رابط dns ea يقول لك هلو هذا الابي طبعاً ما هو ابي حقي لو نرى test حسنا دعنا نرى ماذا يحدث اوه حسنا ما رأيكم نوقف ونرى الأشياء التي حصلت من يوم ما فتح تقريباً هنا حسنا حسنا في البداية يقول لك هذا d chain اللي هو البروكسي هذا اول البروكسي اللي هو 127 90 50 وهذا يقول لك هنا عشان ما يستخدم البروكسي الأول هو الريقلر تمام اننا بنتخفى فيقول لك هنا اوكي راح اشبك على dnsc اللي هو هذا حق الجوجل هذا هو الابي حقه طيب راح نكون في الابي الحق الأول الريقلر ما راح يستخدمه بس راح يقول هنا اوكي استخدم dns راح استخدم فايرفوكس اللي هو هذا الابي تمام دينايد محطة 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 اوكي طيب أبريكم هنا هينا استخدم هذا البروكسي هذا هو الريقلر بعد نستخدم اي بي سيفر معين وهذا البروكسي ومحطة تمام طيب دعونا ننزل تحت شوي نزل تحت اوكي مثل ما نرى هنا يقول لك هنا مية سبع وشرين هذا هل تصل بالسيفر دين اس طبعا هذا خمسين دائما هو حق السيفر دين اس هنا مية سبع وشرين تسعين خمسين هذا رقلر داخل اللي هو السيفر بروكسي حقنا اللي هو هذا مثل ما قلنا يعني عشان بس توضح لكم شكل تام هذا أنا طالعا عندي مية سبع وشرين داخل السيفر اللي هو شو اللي هو هذا اوكي اللي هو هذا تمام فهذا أنا حين متصل بسيفر واحد فقط تمام طبعا فيديو راح يكون على الجزء اين الجزء الاول راح يكون اتصال بسيفر واحد الثاني راح نتصل باكتر مسيفر طيب خلينا نرجع للموقع وش يقول لك هنا انت ترى الاي بي ادرس حقك والهوست نيم الاي سبي ليبل 3 كومنيكيشن موجود في جيرماني في الالمانيا تمام وهذا الاي بي ادرس اللي اطلع معك في موقع اسمه اي بي هذا الاي بي ادرس حقك اللي موجودة في المانيا يقول لك هنا نيم ادرس هذا البورد استخدم على بورد هذا البراوزر هذا تمام طيب لو جينة webinar طبعا هو شغال هنا متل منشايفين هنا شوف شابك على البروكسي اللي هي يقول علمائي البروكسي يشبك عليه خلينا نسوي نيو لو سوينا سيرفيس تور ويستارت وش يصير خلينا نروح للاي بي نسوي للا ريفرش مكمية خمسة لمانية متين ها شوف تغير الاي بي ادرس طيب دين اس ليك عشان يحدد موقعنا دينة بس نسوي زي كده اوكي هنا شوف تغير اوه كما تسوي سيرفر تور ريستارت رح يتغير الاي بي ادرس معك ها تقول هلو ستة اربعين تساطعش مية وواحد اربعين طيب خلنشوف وين احنا مكاننا طيب اوه كما تشايفين هنا وش يصير طبعا هنا سير اشياء كثيرة بس يعني لا تخافون يعني كل شي سهل لا تحسمون اوه وش الحوسة هادي ما انا فاهم طيب وش يصير هنا خلينا نشرح للكم هنا استخدم الريقلر هو ما يبيستخدم الريقلر فسوى دينايت حجب هذا الشي تمام خلينا نمسح طيب نجي هنا وش يقول لك هنا استخدم هذا البروكسي اللي هو ريقلر بعدين البروكسي سيفر حقنا اللي هو 123 طيب تقول لكم يشبك واحد اوكي يشبك رانتم كل مرة يشبك رانتم عادي تمام طيب ودين اس دينايت هنا صار لها دينايت منفع طيب فسوى هنا الريقلر مع الديناس شبك معه وهذا دين اس لك الموقع هذا هو الابي عدس حقه تمام مثل ما تشايفين هنا اوكي جيرمني بس الابي يختلف تمام كل مرة نسوي سيفر تور ريستارت بتغير الابي عدلس شوف الابي تشايفين هنا شوف الابي تغير وبكذا احنا شرحنا كيف ممكن انك تستخدم التور مع البروكسي وكيف انه في المقطع الجاي بإذن الله راح نستخدم اكتر من سيفر في نفس الوقت راح يكون شكل معقد اكتر انت هنا بس استخدم سيفر واحد فقط اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسى اللايك واشترك في القناة واكتب لي ارائك في الكومنت وش العشياء نسوي لها فيديو يلا السلام عليكم